من قطر الى قطر تأتي الدوحة لتربع على قمة اكبر مساحة في العلاقات الدبلوماسية فيما هي الدولة الصغيرة بمساحة ارضها من قطر ساخن الى اخر ملتهب تأتي قطر وهنا تفتح الاوراق ويلتق الخصوم على طاولة الدوحة العاصمة البوصلة ونقطة الارتكاز في حلول تأتي بعد صولات وجولات بين المتخاصمين في اعدى القضايا السياسية والامنية والعسكرية ناهيك عن الاقتصادية في عالم الارقام المعقدة اليوم لا ينكر العدو قبل الصديق لسياسة الدولة بحنكة اميرها تميم بن حمد الثاني ورغم ان في التفاصيل تخرج بعض الاقلام لتكتب ان هذا مدح زائد فيما هي الحقيقة المصدقة بالاقوال والافعال ويوثقها التاريخ اتباع صنعة السياسة بخبرة المكوك القطري الدبلوماسي بقيادة وزير خارجيتها الذي يربط الشرق بالغرب فتجد قطر بدبلوماسيتها تحلق في اجواء المصالحات للمناكفات وبرؤى واضحة المعالم يخطو وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني صوب الشفافية المطلقة حيث لا توجد مشاهد الضباب ولو نظرت الى ابرز عشرة ملفات حلت باصابع قطرية يحركها وزير الخارجية كلبنان واليمن والعراق ودرفور وافغانستان وبين فتح وحماس والعلاقات بين السودان والشاد وبين فرنسا وسوريا واطلاق سراح 13 تراهبة ارثوذكسية في سوريا مقابل اطلاق سراح 153 معتقلة سورية من سجون النظام السورية ويستمر دفتر التاريخ موثقا لالثاني محمد بن عبد الرحمن الوزير المحنك الهادئ لكنك حين ترى الرجل يدخل اعتى المفاوضات كتلك المتعلقة بازمة مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس فانك تتأكد حينها ان الرجل ذو حنكة سياسية كبيرة العراق وليبيا والسودان سوريا ولبنان وفلسطين تضرب مدارس السياسة اليوم في قطر المثال الاول كقدوة في باعها السياسي الحافل سيما انها استطاعت ان تتعامل بحفظ ماء الوجه واحترام سيادتها الكاملة واثبات وجود الدوحة القوي على الساحة ومن خلافات الاصعب في العالم بين واشنطن وطهران الا خير دليل على ذكاء وقدرة قطر في صناعة المفاوضات والوصول الى الحلول يكتب كل هذا في سجل الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وجه قطر في علاقاتها الخارجية الذي يبني في كل خطوة دستورة بلاده التي نصت المادة السابعة منه على ان تقوم قطر بتوطيد السلم والامن دوليين عن طريق حل المنازعات بالحوار والطرق السلمية وها هو الوزير الذي يدخل المهمات الصعبة فيخرج من حقول الغام السياسة ونزاعاتها بحلول يقدمها لاي طرف مع اخر اذا في الذكاء السياسي تضرب جينيف مثلا في البيت الكبير لقادة العالم حيث تحاك التفاصيل وتحل النزاعات ومن الغرب والعالم اجمع خرجت ثيمة جينيف الشرق نعتا لقطر واميرها فكانت السياسة الحكيمة في ان تتمم قطر على كل طاولة نزاعات شائكة وكأن لقطر من اسم تميمها نصيب اشتركوا في القناة